السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل شي بخير أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة يا ربي إن شاء الله وفي الحقيقة وحشتكم بزاف بزاف ولكن هنا رجعت لكم فيديو جديد فيديو جيت نتشارك معكم فيه تحضيراتي اللي درت للعزومة اللي درت زوج ديالي لبعض الأصدقاء وحبيت نتشارك معكم المراحل وشنو حضرت لهذه العزومة ويا الله خليكم معايا هنا يا أول حاجة لبنات نبدأ معكم بالتتبلاء أو بالشرم اللي جهست للتجاج واللي درت فيها جوج معالق نفس الملعقة هذي اللي أنا كنحرك فيها درت منها جوج معالق ديال الزنجبي اللي هو سكنجبير ومعلقة وحدة كركم أي الخرقوم وراس معلقة يعني ما كاملش نص ديال الفلفل الأسود اللي هو البزار ومعلقة ديال القصبر ناشفة قصبر ناشف ومعلقة ديال الهريسة كذلك وثلاثة ديال فصوص ديال تم بشورين أرقاق ومن طبيعة الحال قصبر المعدنوس من قطعين أرقاقين حتى هما ومعلقة ديال السمن اللي ضروري في الدجاج المحمر السمن ثلاثة ديال الزعفران الحر الزعفران شعراء وعصير ليمونة كاملة ومن طبيعة الحال ثلاثة ديال الماء لنخلط المكونات كاملة وهنا يا البنات أخذت أنا التتبيلا وتبلت بها دجاج دهنته من جميع الجهات وكذلك حاولت ندخلها بين الجلدة واللحام وكذلك من الداخلية الدجاج دخلتها مزيان يعني كتحاولوا الدهن الدجاج مزيان بدك التتبيلا باش كيمتصها وكي يجي الطعم دياله زوين وهنا يا العجنب عندي الحمح التهوى اللي غادي ندير مع الخضراء على حسابك السكسوح التهوات ببلتو وغادي نخلي فتتبيلا ديالو ليلة كاملة درت فيها في البهارات ملح وزنجبيل معلقة كبيرة زنجبيل فلفل أسود رسم معلقة كوركوم يعني نص معلقة كبيرة بابريكا معلقة كبيرة قزبورة ناشفة معلقة تهية كبيرة وتوم مبشور من طبيعة الحال وغادي نخليه التهوى يترقض في هذه البهارات وهنا يا البنات من بعد ما بيت الدجاج ديالي في هذا التتبيلا ليلة كاملة طلعته من طلاجة وهنا قدرت فوق الغاز كيف تشوفو في ذاك الماء ديالوني تلقي تطلق الماء مع ذاك الماء اللي كانت ديره في التتبيلا هنا قد نستمر في التحريك بشوية باش ما يلسق ليش الدجاج على ما تشحر شوية الدجاج في ذاك الاسوس وفي ذاك التتبيلا اللي درت له وعدا ندوز باش نحط البصلة انا هنا يدرت لسا ديال البصلة كبارين يعني تقريبا كلها جاجة بالبصلة ديالها بصلة كبيرة لان كيف كان عارفو الجاجة المحمر والمضغمر وشح المكت ترتين البصلة راكي يجيزين ولا سوسك تجي خاتر سبارك الله وهنا يا غادي نضيف زيت انا كنستخدم زيت عافية وغنضي حتشوية ديال زبدة ديال الطبخ وهنا يا غادي نستمر بهذه الطريقة باش غادي ندخل هذا البصلة نخليها ترجع تحت الدجاج باش يوصلها السهد وتشحرته هي مزيان غادي نستمرها كحتا نكملها كاملا نرجعها تحت من الدجاج وهنا يا من بعد ما قطيت على الدجاج حليت عليه من بعد مدازة 40 دقيقة تقريبا ولكن في خلال هذا 40 دقيقة كان بقى مرة مرة كان نحل عليه وكان نحركه هنا يربنات تقريبا 40 دقيقة سنقلب الدجاج ديالي على الجهة الثانية وتقريبا راه طيب ونخليه يزيد دغير واحد شوية لان دجاج الحجم دياله صغير وضغياء كي طيب هنا راه خليته راح نص ساعة تقريبا ورجعت سدابة صافي راه وواجد راه طيب عاد يمكن عاد بزيادة سوف نحاول نهزهم بشوية على المهل باش ما يتحلوش لي الدجاجات بهذه الطريقة حتى نكملهم كاملين هنا كيف كتشوفو انا مش ديت لهم مش رجيلات كي نديرو لهم احنا هيا في المغرب خليتهم هكا قلترا غيبقى وشدين فراتهم احنا صافي محيت الدجاج راه ها غطيت على المرقع باش تختار وهنا يدجاجات مبال محطتهم فصفية باش يقطاروا غيبقوا البلاستيك غذائي باش يبقوا باش ما ينشفوش وهنا كيف كتشوفو غنرجع للمرقع غنضفي هال هاد الكبادي اللي غسلتهم بالماء والحامض انا ما كنسلقهمش كنديرهم دايريكت هاكا كنن كنسلهم غيب الحامض كتشوفو كنضيفهم الصوت ديالي مشا شربت الماء سحلية ما تديوش هلية هني غدنا نرجع لها الكبادي انا يمعا كنت مزروا وبادرتهم كاملين ما قطعتهمش صغر غدنا نرجع لهم نعود لهم تقطع من جديد وخاف وسط طنجرة ماشي مشكل المهم هو الرجعون قدهم وهنا يا صافين بعد ما قطعت الكبادي كاملين غدنا نضيف هنا اللوز مطحون اللي شفت بزاف ديالي الناس كيستخدموه وصراحة يعطي لحد الناس يجا رائعة كيخليلك المرقة تختار ضغية تتجمع وحدي تشوفوا معا بالنسبة للمرقة ديالتجاج انا را ما زيت شقع حتى قطرة ديال الماء غير ذاك الماء اللي كنت درت معا التتبيلا اللي خلطت بيت تتبيلا زيد عليها الماء اللي يطلق الدجاج وزيد عليها الماء اللي كي يطلق البصلاء ما زيت حتى قطرة ديال الماء والنتجة هنتم اكد تشوفوا سريعة ما شاء الله هراء المرقة سوف يبدو تجمع علينا ومن طبيعة الحال سوف نحركوها مرة 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 باش ما تلسقش لنا شوفوا لبنات المرقة كيف جاية زوينا الريحة عاطية بنينا إلا بغيتوا لبنات المرقة تجيكم بحل ديال العراسات من دغمرة وبنفس الطعم ما تقتصدوش في العطرية غير عطوها العطرية خصوصا سكين جبيل قصبر ناشف الخرقوم اعطيوها العطرية مزيعة باش جيكم لديده بحل ديال العراسات وهناي على الجنب غادي ندوز باش ننجهز للمرقة ديالكسكسو هنا يرا هدرت الزيت من بعد ما سخنات غادي نضيف لها اللحم هكا بها الطريقة وتلحمته يراها رقدتها تقريب الليلة كاملة قلته مادام انني رقدت تجاجة لاش اللحمته هو مسكنته ورق ده يتشبع زيان بالبهارات هنا غادي نضيف البصلة تقريبا ندرت هنا جوجة البصلات كبارين حتى الكسكسو كي يحتاج البصلة تكون كثيرة باش كي تعطي هذا البصلة المهم عامة يعني في الطبخ كتجي مزيانة شحال ما كترتها ماشي مشكل ونضيف لها المعجون الطماطم ثلاثة الحب الطماطم تقريبا نضيف تحنته وغادي نضيفهم حتى المر قدير كسكسو تحتاج حتى الماطيشات تكون شوية كثيرة وهنايا غادي نضيف القياس ديالما بالنسبة للطبخ سبحان الله يعني وخاكا نقول ورخص كنت ماتشة كثيرة ولا البصلة كثيرة راه ذاك شي على حساب انتي وحد ذاك بعض الاحيان كتدير شي حاجة غير سلكية وبالزربة هنا غادي نضيف الحمص بعض الاحيان كتدير شي حاجة غير بالزربة وما كتكملي لها حتى المقادير ديال وكتجي لدي ذا سبحان الله بعض الاحيان كتديري جميع المقادير وكل شي كتكتري وما كتجيش اللي ذاك شي انتي وظهرك وهنايا من بعد ما طبط لي اللحام حليت عليها غادي نحطها هنا هاتشي اللي لقيت قدامي لقيت غير الكوكوت الصغيرة قلت خليني نحيدها هنا ونخليها باش الكوكوت بقليها خاوية باش ننضيف فيها الخضراء على راحتي وهنايا غادي نضيف الجزر اللي مقطعها باتطريقة وكذلك القرعة او الكوسة اخترتهم انا حبت صغيرين وخليتهم هكا كاملين مقطعتهمش وهنايا العجم غادي ندوز باش نصيب التفايا ديال الكسكسو عندي هنا يبصلة واحدة كبيرة مقطعة طويلة هكا وغنضيف لها عود ديال القرفة وتقريبا ثلاثة ديال المعالقة ديال السكر سانيدة وكذلك غادي نضيف لها القياس ديال المرقعة فاش غادي تطيب هاد البصلة المرقعة خديت تفاهم طبيعة الحال من المرقعة اللي كتطيب فيها الخضراء ديال الكسكسو هنها هي البنات انا من البعد ما حسيتها في البصلة طبيعة أضفت ليها جوجة ديال المعالقة كبار ديال الزبيب اللي قصلته ورقته واحد شوية وهنايا هنا هنها تشوف تعسلات لي تفايا هي وجدة ما شاء الله انها لذيذة باين نشوفوا الشكل ديالها كان مدحر اسيش كان راس وداز من هنا وهنايا كذلك جهست ليهم هنها هالطاجين ديال القيمرون او القنباري انا كنت على طيبه في الطاجين ولكن الطاجين جني صغير ورجعت قلبته هنا في هذا المقلع كد صراحة بغيت ندير لهم البسطة لديل الحوت ولكن الوقت ما ما غديش يكفيني مع المسؤولية ديل دريل صغار فاكتافيت انني ندير غير طاجين ديل القيمرون بهذا الشكل ان شاء الله شي مرة غدي نشارك معكم الوصفة كاملة راك سهلة وكيجي لديل بزاف وان شاء الله بإذن الله شي مرة غدي نشاركوا معاكم وهناي البنات الصفرة ديل راها وجدها جبهات الشكل هنا الكسكسو را ما صورت ليكم ش راها ضفت الكرومب والقرعة الحمراء جبهات الشكل الكسكسو وهناي الطاجين ديل القيمرون تهوكي جيلديد بزافة البنات وهناي الدجاج المحمار راها زينته بالحماد وبلبيض ديل السمان وكذلك الزيتون زيته بهذا الطريقة وكذلك سيبت الصلاة تحت هي المهم حاولت نخطفها دلوقيت باش نصور قلت ما ما يمكنش تاعب ديالي وما نلحقش حتى نصور وهكذا كانت العزومة أو الأطباق اللي جهزت للعزومة للضيوف ديال الزوج ديالي والحمد لله الزوج ديالي كان راضي وعجبه الحال وكذلك الضيوف استمزعوا في الأكل المغربي اللي هما كان تحت طلبهم بغوا أكل مغربي الحمد لله ربي ما حاشمنيش وماشاء الله الحمد لله اللهم أديمها نعمة وحفظها من الزواج وكل شي دزم زيان اللي هلي حاشمشي واحد يا رب واحتل هنا يا غا نقول لكم وصلنا نهاية الفيديو اللي نتمنى يكوننا لإعجابكم وخفيف ضريف على قلبكم كيف كان قوله حتى الفيديو قادم إن شاء الله ونلقاكم إن شاء الله في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا رب ودمتم في رعاية الله وحفظي في أمان الله شكرا